اشتركوا في القناة يعني هي لغاية الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة من مساء الليلة هاي بث الحلقة بتوقيت جرينتش بعدين رح ينتقل طبعا منزلة سعد الذابح هي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح ينتقل لمنزلة سعد بلع الوهية للعلاج والفراق وايطلاف الاموال والحرية الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من الليلة هاي الليلة الخميس على الجمعة القمر طبعا موجود في برج الجدي برج الجدي لما بيكون القمر موجود فيه بيأثر علينا احنا كلنا كل الابراج فمنعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انه ننجز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه علينا الاجتهاد اكتر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تكون زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 57 دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 32 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية الاخيرة التي تليها زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 و 33 دقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية بيبدأ خلو المسار خلو المسار هذا طويل شوي لانه رح يتجاوز منتصف الليل ليلة الجمعة على السبت فطبعا هو رح يبدأ الساعة 4 و 33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي اللي هو تقريبا اول دقائق من ليلة السبت اللي هو ليلة 24 سبعة الساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وعادة خلو المسار هذا لما بيجي القمر بدو ينتقل من برج لآخر وما بشكل اي زاوية مع احد الكواكب الرئيسية فبتتشكل فترة سلبية بنسميها فترة خلو المسار وهاي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبتشمل ذلك جميع مواريد الابراج دون استثناء طبعا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 4 و 31 دقيقة عصرا بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة بتصير 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيدة بنسبة 45% الآن ولكن في ساعات الظهر بتبلش اللي انت حاسل إلها فبتوصل ل 15% مع ساعات المساء القمر في الجدي حتى يوم 24 سعيد بنسبة 15% عطارد في السرطان حتى يوم 28 سعيد بنسبة 45% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية المازالت منتحسة بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% وأورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 21 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل هذا يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا طبعا بينجحوا بالدفع بمصالحهم في مجال عملهم على حسب حق الاختصاصهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنه تهدئوا من روعك ما في داعي للإنفعال اتجنبوا مخالفة القوانين احرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها طبعا القمر بما إنه موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبتحظى بالشعبية وبتكون أعمالك سهلة وميسرة هذا اليوم وممكن تحقق نجاح شخصي الزهرة موجودة في البيت السادس رغم تظاهرك بالمحبة موتك ما زالت بتنقصها الحرارة وخصوصا إن الزهرة منتحسة أما بالنسبة للشمس بما إنها في البيت الخامس دخلت يوم أمس فبتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس والعلاقات العاطفية أو علاقاتك مع الأحبة أما بالنسبة للعطارد في البيت الرابع طبعا بتسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع بتتعلق بمنزلك أو استئجار بيت أو ترحال أو أمور لها علاقة بالصيانة أما بالنسبة للمريخ فهو في البيت الخامس طبعا منتحس بيغلب على سلوكك نوع من أنواع العنف ويعني شوية هيك يعني بتعاملك مع الأشخاص بتكون صارم وهيك وعندك حدية بالطباع أحاول أنك تحافظ على ياقتك في العلاقات العاطفية يعني بمعنى بدك تكون مرن برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة اليوم بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية القمر بالبيت التاسع بعطيك هيك نوع من أنواع الاهتمام بأمور لها علاقة بالسفر أو الدراسة أو القيام بمشاريع كبيرة طبعا بما أنه إيجابي أما بالنسبة لعطارد فهي فترة مهمة للقيام بأسفار والدراسات والعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية برضو في منك رح يهتم بمواضيع العلاقة بالتنقلات أو الاتصالات أو وسائلها زي سيارات والأجهزة الإلكترونية الشمس في البيت الرابع سعيدة وسعادتها بتيجي على المستوى العائلي بما أنه في البيت الرابع وعلاقاتك العائلية بتكون جيدة حتى الوضع المالي ممكن شوي يكون أفضل من الفترة الماضية هذه فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو الاهتمام بالشؤون العقارية أو تحقيق نجاحات شخصية بالنسبة للزهرة في البيت الخامس طبعا ما زالت منتحسة فعشان هيك عواطفك وجاذب بيتك بتكون مفرطة ممكن تفعل أي شيء لأجل المتعة وبرضو هاي بتسبب سوء خلافات أو سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للمريخ في بيتك الرابع فهاي بتخلي في نوع من أنواع الخلافات العائلية وبتصبح الحياة في المنزل في بعض الأوقات صعبة أو فيها شوية هجوم أو هيك مشاكل أو بعض الأعطال اللي بتيجي بشكل مفاجئ مرج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي طبعا الشمس موجودة في البيت الثالث وهي سعيدة اليوم فبيلعب تقريبا محيطك دور مهم في تحسين وضعيتك اليوم ممكن تحصل على أرباح عن طريق التنقلات أو الاتصالات أو التأليف كمان ممكن تزيد قوة ملاحظتك أكثر بتخلي عندك الحدث عالي جدا عندك رغبة للإطلاع على كثير من المواضيع وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين أما بالنسبة للمريخ في البيت الثالث هو اللي شوي بيخليك عدواني وبخلي عندك هيك شوية تحدية بالطباع أو ممكن أنك تتهم أشخاص أو تتكلم بكلام يجرح الأشخاص أو سوء تفاهم عليك تجنب التنقلات اللي غير مهمة أو أنه في حال كنت مضطر لهذا الأمر بدك تتفقد سيارتك بشكل جيد وبدك تحذر أثناء تنقلاتك بالنسبة للقمر طبعا في البيت الثامن هنا بيخلي زيادة اهتمامك بالأمور الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية والأمور القديمة أما بالنسبة لعطارد فعطارد بيخليك تسمع خبر بخصوص عملك وممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أو حل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية بطريقة ذكية جدا أما بالنسبة للزهرة في البيت الرابع منتحسي وهي بتخليك شوي متقلب الأطوار وخصوصا بعلاقاتك العائلية والبيتية بتخليك غير مستقر وكمان بتخليك ما تحسن اختيار شركائك فعشان هيك بدك تكون حذر أثناء تعاملك مع أفراد العائلة برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة بوسعكم إتمام أمور إلها علاقة بخطبة بزواج بأفراح عقود تجارية ولكن بما أن القمر مقابلك تماما فهذا بسحب من طاقتك بخلي الفترة هاي يكون فيها بعض السلبية وضاغطها شوي ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا اليوم عطارد في البيت الأول سعيد بتتمكن من إنجاز بعض الأعمال المهمة وبتجد سهولة في متابعة أمور إلها علاقة بالنقاشات والحوارات والاتصالات وحتى على مستوى دراستك أما بالنسبة للزهرة في البيت الثالث ولكنها منتحسي هاي بتخليك متقلب عواطفك بتجعلك شوي تتلاعب بقلوب الأشخاص اللي بيحبوك ممكن شوي هيك تحاول تمارس ذكاءك في تحقيق بعض المقارب أو الأشخاص ما بينك أو الأشياء ما بينك وبين الأشخاص اللي بتحبهم أما بالنسبة للشمس فهي في البيت الثاني وسعيدة وهي بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المالية وممكن تحصل على طرقية أو جائزة أو هدية ممكن برضو تحظى بمساعدة أشخاص دون وفود بس المشكلة فيها أنها بتزيد من ميلك للتبذير المريخ في البيت الثاني منتحسي وهي بتخلي نوع من أنواع المشاكل بينك وبين رفقائك في العمل أو مع رئيسك لأسباب مالية عليك تجنب التبذير قدر الإمكان القمر في البيت السابع زي ما حكينا فهي بما أنه سعيد فبيخلي العلاقات الزوجية والعائلية أو علاقتك مع الشركاء بيسودها نوع من أنواع التفاهم والانسجام والتوافق وبتخلي قابلية للتصالح ما بينكم برضو واردة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحاول أنك تحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين حاول أنك ما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت لعمل أو للعمل ساعات إضافية طبعا الشمس لأنها موجودة الآن دخلت على الأسد في أول درجاتها فبتزيد من حيويتكم وبتقوي من وظيفة جهازك الهضم شوي يعني بتحسن وضعك الصحي بتمنحك شخصية متألقة شوي بتزيد من طاقتك بتزيد من حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط عطارد في البيت الثاني عشر طبعا ممكن تجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك بطريقة ذكية وبسرعة بديها عالية المريخ في البيت الأول ما زال منتحس فبتكون شوي في لحظات سيئة المزاج ما عندك صبر كثير ممكن يسبب لك هذا بعض النزاعات مع محيطك بدك تتجنب الإفراط والتسرع القمر في البيت السادس طبعا سعيدة بتتمتع بالصحة والحيوية وبتجد سهولة في تطبيق أعمالك وخصوصا الأعمال الروتينية أو المنزلية أو حتى بعض الأمور اللي بتطلب منك ترتيب بعض الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة فهي في البيت الثاني فهاي بتخلي شوي رغباتك تكون شريهة وممكن تدفعك في طرق مشبوهة أو ما تخليك تعرف تركز بشكل جيد وتحافظ على خصوصيتك أو تحافظ على عواطفك أو على سلوكيتك برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات أهم شي إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول إنك تصحيح الأخطاء قدر الإمكان طبعا الشمس الآن صارت في البيت الثاني عشر بيت متاعبك فبيخليها بما أنها سعيدة بتزيد من ميلك للأمور الروحانية وروح التضحية وبس إنها بتسحب منطاقتك بتخليك متقلب أو تشعر بنوع من أنواع الاكتئاب من وقت لآخر أو بتخلي فيه نوع من أنواع السلبية بتفكيرك الزهرة في البيت الأول منتحسة طبعا بتكون شوي في هاي الفترة طائش رغباتك بتكون شريهة ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك أو مزاجك عشان هيك بدك تحد من هذا التقلب قدر الإمكان أما بالنسبة للمريخ في البيت الثاني عشر منتحس بيزيد من عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب ومحاول إنك ما تنتقد أي شخص بالفترة هاي القمر في البيت الخامس طبعا سعيد وهاي فترة جيدة وبتعطيك نوع من أنواع الحضوظ وبتقوي علاقاتك العاطفية وبرضو ممكن تعرف نوع من أنواع البهجة بطريقة التعارف أو اللقاءات العاطفية أما بالنسبة لعطارد في البيت الحادي عشر ممكن تتعرف على أصدقاء جدد أو تطلقى أخبار سارة عن أصدقاء بقيمه خارج البلاد أو ممكن تقيم مشاريع أو تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوات وتنشط اجتماعيا برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة لأجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية بتكون متوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي طبعا الزهرة في بيتك الثاني عشر هي منتحس الآن وهاي شوي ممكن تعرضك لمشاكل بسبب الغيرة أو ممكن تفسخ علاقة أو حتى في بعضك إذا أساء التصرف ممكن شوي يكون فيها بعض الفضائع عطارد في البيت الثاني عشر ممكن تسمع خبر بخصوص وضعك المادي أو الأمور المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ وبرضو هاي شوي ممكن تجيب فرص للعمل أو تقديم طلبات أو حتى مقابلات لعمل جديد الشمس برضو برج العقرب برج العقرب بتناقش أمور لها علاقة اليوم إما بالسفر أو بالاتصالات اليوم بتنشطوا برضو في هاي الأمور وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو تتعاون ما بينك وبينهم بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر وبتلفت النظر والأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتاهيل قدراتك طبعا القمر في البيت الثالث بالنسبة لعلاقفة علاقاتك بتفيد من علاقاتك مع محيطك وبتعطيك جرعة من سرعة البديها العالية ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ما تعتمد كثير على الحضوض عطارد في البيت التاسع بعطي نوع من أنواع الإيجابية فهاي فترة مناسبة للاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء الشمس في بيتك العاشر وهنا ممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وبتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين المريخ في بيتك العاشر هنا بتخلي شوي ما زالت العدوانية موجودة عندك واندفاعك بكون كبير ومجازفاتك عالي جدا حاول قدر الإمكان ما تشوه سمعتك وما تخالف القوانين أما بالنسبة للزهرة في بيتك الحادي عاشر بدك تحذر من اللي بيدعو صداقاتك وبيحاول خداعك واستغلالك بالفترة هاي وحاول يعني شوي هيك انك تكون حذر بجدالتك مع أصدقائك برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكون حاذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن تهتموا اليوم بتوظيف أموالكم ولكن بدك تكون أو بدك تكون عقلين في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما الشمس في بيتك التاسع الآن وهاي بتزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل في نفس الوحب هاي فترة مناسبة برضو للسفر أو الهجرة أو أخذ عطلة أو إتمام بعض الأوراق اللي إلها علاقة بإقامة أو هجرة المريخ طبعا في البيت التاسع هاي اللي شوي بتخليك تتجنب أو بتطلب منك تتجنب التعامل مع الغرباء أو تكون حذر وكمان لما تيجي بدك تسافر أو عندك تنقلات بدك تتأكد من كل شيء وتتفقد أمتعتك تذكرتك كل أوراقك بدك تكون دقيق فيها انتبه أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة وما تدخل أماكن مجهولة القمر في البيت الثاني طبعا هاي بتخلي فيه نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وممكن تحصل على أموال أو أرباح بشكل أسرع عطارد في البيت الثامن بتجد حلول سريعة للتخلص من بعض الديون أو النفقات خصوصا النفقات المالية أو حتى أمور إلها علاقة بدون قديمة أو حتى أشياء إلها علاقة بالتركي وميراث شغلات من هذا القبيل الزهرة في البيت العاشر طبعا منتح سيفة عشان هيك شوي بتخليك تكون أناني في علاقاتك ممكن تعرضك لبعض خيبات الأمل ممكن يتضرر نفوذك أو سلطتك وممكن تتعرض لانتقادات من محيطك فبدك تكون حذر برج الجدي ثقدكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود إلها أيام عليكم التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وممكن اليوم تستعيد سيطرتك وتحقق نجاحات عالية وباهرة بالنسبة للقمر بما أنه موجود عندك وهو بيتك الأول فبتقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي والجسدي بالنسبة للزهرة في البيت التاسع ولكنها منتحسة فهاي بتخليك تدخل بعض المغامرات العاطفية ممكن تلحقك منها أضرار خصوصا مع شخص غريب أو ممكن تعرف صعوبة أو تصير في صعوبات تحل بدون تحقيق مشاريعك يعني حتى ممكن أنه يكون في صفر ويتأجل أو يلتغي في آخر لحظة الشمس في بيتك الثامن وهاي بتعمل زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو عن طريق زواج أو تركة وبرضو بزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية المريخ في بيتك الثامن منتحس بتميل القيام بالمجازفات وممكن تعرضك لمشاكل في عملك فعشان بدك يدير بالك وتحذر دير بالك من المغامرات ودير بالك من أي سوء تفاهم ممكن يصير يضر بأعمالك أو علاقتك اللي أنت بتعمل معهم أو شركاءك بالمال عطارد في البيت السابع طبعا سعيد وهاي بتخلي علاقاتك على مستوى زوجتك أو شركاءك في العمل مرضية بيطبعها العطف والمودة وعندك قدرة لتفادي كثير من المشاكل أو تسويتها في أي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات والأمور بتكون لصالحك برج الدلو طبعا هذا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم رغم أنه ما فيش خطر وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم اليوم تهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي حاول أنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها طبعا بالنسبة للقمر الآن موجود في البيت الثاني عشر ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما لها أي أساس عطارد في البيت السادس سعيد طبعا وأنا بخلي أعمالك تكون ممتعة وبعطيك قدرة أو طاقة على إنجاز كثير من الأعمال وبتزيد حيويتك وصحتك بتكون جيدة الزهرة في البيت الثامن منتحسة وأنا بتبالغ بالملاذات الحسية وهذا الإشي ممكن يعرضك لو شاية أو غيرة خصومك وحتى ممكن شوي تخلي بعض الأشخاص يعني يطمعوا في أموال الغير أو امتلاك أشياء بإيد أشخاص غيرهم الشمس في البيت السابع سعيدة بترغبوا اليوم بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو علاقتك مع شركاء بعضكم ممكن يهتم لعقدي جديد أو شراكة جديدة أو يطرح موضوع العلاقة بشراكة الفترة هاي مناسبة ولكن بتكو تحذروا لأن المريخ برضو في البيت السابع فهاي بتخلي في نوع من أنواع النزاعات والمشاكل ما بينك وبين الشركات أو بتخليك متسرع شوي في اتخاذ بعض القرارات فعشان هيك دقق بالتفاصيل وما تتسرع برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل اليوم بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزيز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأصحاب أو الأقارب إلى جنبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك طبعا الشمس موجودة في البيت السادس وهي بتزيد من حبك للعمل أو بتعطيك طاقة لإنجاز بعض الأعمال وبتبدل الجهود تكافأ عليها تحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة للمريغ في البيت السادس منتحسة وهي ممكن شوي تخليك عرضة لبعض الالتهابات أو الجروح أو يعني خصوصا في ميدان العمل أو على حسب المكان العمل اللي أنت بتشتغل فيه فبدك تكون حذر القمر في البيت الحادي عشر علاقاتك وصداقاتك بتكون جيدة بسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة وبرضو بكون عندك نشاطات اجتماعية عالية جدا عطارد في البيت الخامس طبعا سعيد وهي بتخلي لقاءات ممتعة بيكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أو طريق التواصل جيد ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للزهرة في البيت السابع منتحسة فهاي بتخلي شوي حب المديح والإطراق في هاي الفترة يسيطر عليك أكتر يعني بتحب حد يمدحك أو يثني عليك أو يقدر أعمالك وشوي بتخلي عواطفك هيك مش كتير مخلص فيها يعني ممكن تتلاعب هيك بعواطف الآخرين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء